ايه اكتر حاجة واكتر اسئلة دلوقتي بتجيلك في الفترة الحالية؟ هي اكتر مشكلة جلدية بتقابل الناس دلوقتي مع ظاهرة حم النيل اه بالذات في الشهر ده احنا في غصص بتبقى الرطوبة عالية اتلاك تلاحظون ان الرطوبة عالية قوي مع ارتفاع درجة الحرارة احنا على فكرة الثلاث يام اللي احنا فيهم دولة زي ما نهاية الارصاد قالت يعني من اعلى المجاد في الحرارة بتوصل الاربعين فبقت حرارة عالية ورطوبة عالية ايه اللي بيحصل؟ هي طبعا لما في حرب العرق العرق ده بيطلع من الغدد العرقية اللي بوجودة في الجلد بيتبخر بيخلصنا من الاملاح والسموم لو الرطوبة عالية في الجو بيفضل العرق جوه الغدد العرقية فبتنتفخ بتلتهب نتيت وجود املاح والسموم فيها فتبدأ تهمى الحبابيات وتبقى معها انت عارف التهاب احمر وحرقان شديد جدا ودي ناس كتير بتشاكي منها خصنا اطفال طبعا اطفال بيعروا اكتر من الكبار برضو الكبار بيعروا اكتر فتبصت لها التهابات بتلعف السدر الرقبة الضهر الدراع احيان توصى الرجل وبتبقى مؤلمة جدا دي اكتر مشكلة بنشوفها اليمين دول وبتستمرت اقبعا لغاية ممكن اوائل سبتمبر ام كمان مشكلة التانية ملونة او الفطريات الساعة توسل ايناس عندهم بقع كده في السدروم بني او ابيض او بامة خفيفة حقيقة ما ببقاش فيها حرقان والهرش بس شكلها نفسيا بيخلق الانسان متدايق وبتيجى اكتر للشباب والبنات في الفترة دي لانه دي فطريات موجودة في الجو وعشان تصيب الجلد وتنشط بتحتاج برضو حاجتين حرارة عالية ومية المية بتبقى موجودة في العرق والحرارة في الجو احنا كمان بقى بنزود العملية اكتر في الحالتين يعني وببعض العادات الخاطئة اللي بنرتكبها زي ايه بقى؟ زي تبست لقينا في الجو ده بنلبس هدوم تيلة لأ دلالة سالبس قطنة وفي ناس ساعة تقول ايه لأ يعني مفيش فرق من الامشة الصناعية والقطنية الليها طبعا في الجو ده لازم ألبس مش قطنية أنا ما بقى لابس حاجة قطنة كده منطمتصة عارة تبقى خفيفة والوان الفتحة كمان او بالزبط إنما أنا لو لابس حاجة تقيلة أو لون اسود هتحتفظ بالحرارة لو احتفظ بالحرارة هعرق أكتر هتيجي المشاكل دي عطول فلازم ناخد بالنا من اللبسينة